الشباب روح المشهد في الملتقى الثقافي الطلابي الذي يحتضن عماد البلاد وقادة المستقبل في مركز الزهراء الثقافي في محافظة واسط الذي أقام هذا الملتقى بالتعاون مع شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة من أجل بناء جيل واع ومثقاف بشتى مجالات الحياة مركز الزهراء الثقافي هو أحد أجنحة ممثلية المرجعية العليا في واسط يعني هذا المركز بالجانب الثقافي والتوعوي يستهدف عدة شرائح من أصغر فئة التلاميذ وخصوصاً الأيتام ويدرج إلى أن يصل إلى أعلى المستويات الأكاديمية التعاون مع العتبات تعاون بصراحة مثمر وخصوصاً مع العتبة العباسية التي قدمتنا نماذج ناجحة وموفقة في عطائها قدمتنا مدربين دوليين في مجال التنمية البشرية قدمتنا كوادر علمية رصينة نحن اليوم في محافظة واسط والملتقى الثقافي الطلابي الذي يقيمه مركز الزهراء عليه السلام التابع لمكتب معتمد المرجعية بالتعاون مع شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو احتضان هذه الطاقات الشابة المتمثلة بطلبة جامعة ومدارس في محافظة واسط ولتزويدهم بالدعم الثقافي والفكري لينطلقوا من خلالها لمواجهة الأفكار المنحرفة في المجتمع أكثر من خمسة وثلاثين طالبا من مختلف الأقضية والنواحي في المحافظة شاركوا في الملتقى وتلقوا محاضرات تلموية وتثقيفية في الهوية الوطنية والثقافية والدينية والتنمية البشرية من خلال مدربين معتمدين في العتبة المقدسة استطعنا بيان أهمية الهوية الثقافية لأي شعب وكيفية مواجهة الهجمات التي تصاحب الهجمات الثقافية والغزو الفكري وكيفية تتصدي لها وكيفية معالجة ما حصل من خلال في جانب الهوية الثقافية للعراق والهجمات الأخيرة في العشر سنوات الماضية وخاصة فيما يخص الجانب التلفزيوني ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها استفدنا من دورة التنمية البشرية في الذكاء العاطفي والتحكيم الذاتي استفدنا من الأستاذ جسام في الهوية الوطنية ووضح لنا أهمية الهوية الوطنية والأداء الذي نقوم به في مجتمعنا الحالي وفي المستقبل وكل شكر والتقدير للعتبة العباسية المقدسة إن إقامة مثل هكذا ملتقيات تحتضن الشباب وترعاهم وترسخ بداخلهم المواطنة الصالحة عمل دائبت عليه العتبة العباسية المقدسة من خلال مشاريعها الثقافية ومنها مشروع فتية الكفيل الوطني الذي أقام العديد من الفعاليات والأنشطة المختصة بهذا المجال لا سيما إقامة هذا الملتقى بالتعاون مع مركز الزهراء الثقافي في محافظة واسطة اشتركوا في القناة